السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني إذا عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد أصدقاء نور البيان أهلا بكم من جديد وفيديو جديد وسر من أسرار مملكة نور البيان وهنتكلم النهاردة عن تغوير الماء المطلصم في حفر الكنوز أو في كشفات الكنوز في البداية لازم نعرف أن الملوك أصحاب الكنوز المدفونة في العصور السابقة كانوا بيصنعوا طلاصم وأقفال على كنوزهم قبل الدفن بغرض الحماية ومن ضمن الأقفال دي الماء المطلصم والماء المطلصم ده لا يجف ولا يغور ولا يستطيع أحد أيضا أن يغوص فيه معناه إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه أن الروحاني ممكن يعمل كشف صحيح ويحضر بطريقة صحيحة ويحدد كل ما يخص الكنز بطريقة صحيحة وفي النهاية يكون بينك وبين الكنز الماء المطلصم اللي بتكون مش عارف تختاركه إزاي وهذا الماء بدوره بيمنع الوصول إلى الكنز النهاردة هنتعلم أسهل وأقوى طريقة لتغوير هذا الماء باستخدام ستة أسماء من أسماء الدعوة البرهتية هنقرأ الأسماء وأيضا هنكتبهم في الفيديو عشان الناس تنقل المعلومة صحيحة في البداية لازم نعرف أني لازم أحضر قطعة من معدن الرصاص مربعة الشكل وهنقش عليها الأسماء الستة ولازم يكون النقش أول ساعة من يوم السبت يعني إيه أول ساعة من يوم السبت؟ أول ساعة في يوم السبت اللي هي أول ساعة بعد غروب شمس يوم الجمعة مباشرة الأسماء اللي هننقشها هي مزجل مزجل بزجل بزجل ترقب برحش برحش غلمش غلمش خواطير خواطير الأسماء الستة هي مزجل بزجل بزجل ترقب برحش غلمش خواطير وزي ما قلنا أن نحن هنكتبهم على الفيديو عشان الناس تنقلهم صح هننقش الأسماء مع الآية رقم 18 من سورة المؤمنون الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن على ذهاب به لقادرون بعد الكتابة هنسكب قطعة المعدن هيتم سقب قطعة المعدن اللي هي قطعة الرصاص وهنربطها بخيط صوف أسود ولازم مواصفات الخيط تكون سليمة لازم أن يكون خيط صوف ولونه أسود بعد كده هيتم تدلية الرصاص في الماء وأثبت الخيط يعني ممكن أربطه في حاجة ولازم أبعد شوية عن المكان وأدي فرصة للماء أنه يغور طول ما أنا واقف جنب الماء الماء مش هيغور يا جمعة وده الغلطة اللي بيقع فيها معظم المشايخ إنه تجهز كل حاجة تمام ويلقي الرصاصة ويفضل واقف لأ يريد حضرتك تبعد شوية ابعد عن المكان فترة نصف ساعة تلت ساعة ويرجع تاني بص أو طول هتلاقي الماء بدأ في أنه يغور ينزل مستوى الماء بيقل يعني الشرط في العملية كلها إن الشيخ بعد ما بيتم العمل يبعد عن المكان برها من الوقت وبعد ما بيرجع المكان بيبص يلاقي الماء بدأ فيه إنه منسوب يقل أو بدأ يغور وبكده تبقى الفايدة بتاعتنا تمت بأمر الله أصدقاء نور البيان نور البيان تتمنى التوفيق للجميع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر